وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي إلى العاصمة العراقية بغداد لإجراء محادثات بشأن تدخلات تركيا على الأراضي العراقية خصوصا الضربات الجوية ضد حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق وقال مكتب الوزيرة الفرنسية أن بارلي ستجري محادثات مع قائد قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي تولى مهامه في مايو الماضية